يا مساء الخير ويا أهلا وسهلا بكل الأهلوية اللي بيبدأوا معنا حلقة النهاردة من السادسة تحياتي لكم في بداية الحلقة وكل الشكر الحقيقة شكر واجب وتحية تقدير واحترام لشعب الجزائر الشخيق الحقيقة على دعمه الكبير جدا اللي بيقدمه لأبطالنا فيه اللي بيشاركه طبعا في بطولة البحر المتوسط اللي بتصطدفها وهران يوم اعتقد يبقى خلينا نقول سعيد النهاردة مصر في المركز الثالث وراء الجزائر وراء تركيا رصدنا من الميداليات وصل ل 12 ميداليا وهو الأعلى على مستوى رصدة الميداليات لكن طبعا الدهب هو اللي بيفرق واللي بتحدد على أساسه مركز أو ترتيب الدول اللي بتشارك فيه البطولة مصر ب12 ميداليا 3 دهب و4 فضة و5 برونز فيه الترتيب في المركز الثالث الحقيقة انجازات الرياضة المصرية جبيرة جدا وان شاء الله من المنتظر انه يكون فيه ميداليات تانية النهاردة كمان منتخب مصر لهانبول بيتفوق على منتخب سربيا بنتيجة 35-28 ويروح لمواجهة تونس ان شاء الله يوم الخميس القادم في الجولة اللي جاي خلينا اقول لحضراتكم كمان انه علي زين من المنتظر انه يلحق ببعثة منتخب مصر في الجزائر بعد تكريم النهاردة من وزارة الشفاء بورياضة بس هيبقى لنا وقفة بالتفصيل مع علي زين